انفضت مائدة المباحثات النووية وانسحب ترامب كما وعد من الاتفاق النووي بينه وبين طهران انسحب وحيدا وظلت الاطراف الاوروبية وروسيا حاضرة في ذلك الاتفاق الذي غادرت واشنطن واعادت فرض العقوبات على طهران الملف النووي بين طهران والغرب له علاقة بالمنطقة العربية بشكل عام واليمن بشكل خاص خصوصا وان ادرع ايران في المنطقة تنمرت كثيرا بعد الاتفاق النووي وهذا ما فسره البعض بان حسم الملف النووي يعني تفرغ نظام الحرس الثوري لادارة العمليات المسلحة في المنطقة من الضاحية الجنوبية الى ضواحي صنعاء الحكومة اليمنية من جهتها كانت اول المرحبين بقرار ترامب الاخير بالانسحاب من الاتفاق النووي الايراني حيث عبرت وزارة الخارجية في بيان صحفي نشرت وكالة الانباء اليمنية سبا عن ترحيب الجمهورية اليمنية بقرار رئيس الامريكي دونالد ترامب بانهاء مشاركة الولايات المتحدة في خطة العمليات المشتركة الشاملة مع ايران المعروفة بالاتفاق النووي الايراني شرحت الخارجية اليمنية اسبابا عدة لترحيبها بالقرار من بينها ان اليمن يدرك بان الاتفاق النووي مع ايران قد فاشل في حماية المصالح الحيوية ليس فقط للولايات المتحدة الامريكية ولكن ايضا لحلفائها وشركائها في الشرق الاوسط بما في ذلك اليمن فقد استغل نظام الايراني الفوائد التي حصل عليها من الاتفاق النووي وعمل على تصدير العنف والارهاب الى جيرانه في المنطقة وذلك في اطار اجندته واطماعه التوسعية الخبيثة وفق البيان بحسب المتابعين فان الادرع الايرانية في المنطقة ستتأثر من دخول ايران في منعطف اقتصادي وسياسي جديد خصوصا جماعة الحوثي في اليمن التي اتضح تأثرها من خلال نخابها الاعلامية والسياسية لكنها لم تبد موقفا جماعيا ازاء هذا الانسحاب يبقى السؤال هل تمتلك اليمن تقدير موقف مستقل ازاء اللحدات والتحولات الاقليمية ام ان السياسة اليمنية مجرد تابع لسياسة الرياض وتوجهاتها الاقليمية والدولية هذا ما سيتضح من خلال طبيعة استفادتها من هذا الانسحاب واستكمال مشروع استعادة الدولة واسقاط الانقلاب